لمتابعة تطورات المشهد في فلسطين مع استمرار الاحتلال في مجازره ضد المدنيين في ظلم باحثات القاهرة وصولا لاتفاق لتبادل المحتجزين قبل شهر رمضان ينضم إلينا عبر سكايب من الضفة الغربية أستاذ القانون الدولي الدكتور رائد بدوية وعبر سكايب ننتظر من أنقرة الكاتب والباحث الفلسطيني زاهر البيك مرحبا بكما في فانوراما الرافدين نبدأ معكم دكتور رائد مجزرة جديدة في دير البلح راح ضحيتها ثمانية قتلى في جريمة كما تعرفون جديدة تتكرر أو تكرر مشهد مجزرة شارع الرشيد ولكن دكتور في هذا الإطار وفي هذا السياق بماذا تفسر تجرؤ الاحتلال على تكرار مجزرة شارع الرشيد رغم الإدانات الدولية الكثيرة ما سبب ذلك؟ سهل خير لكم وسهل خير للمشاهدين يعني تجرؤ الاحتلال واضح والاحتلال لا يكترث لا في المجتمع الدولي ولا في الأمم المتحدة ولا في الجامعة الدول العربية ولا العرب ولا يكترث في الأوروبيين حتى الاحتلال يكترث في جهة واحدة فقط ويعتمد على جهة واحدة فقط يعتمد على المتحدة الأمريكية وطالما أنه إدارة وايدين مصرة على توفير هذا الغطاء السياسي الدولي ومصرة أيضا على دعم إسرائيل في الأسلحة وما إلى ذلك أعتقد أن الاحتلال سيستمر دون اكتراث بأي جهة دولية أو غير دولية لتحقيق أهدافه أهدافه طبعا هي أهداف سياسية واضحة للحكومة اليمين الإسرائيلي صحيح أن الولايات المتحدة الأمريكية بجزء تختلف مع نترياهو فيما يتعلق في إدارة هذا العدوان وطريقة إدارة العدوان ولكن لا تختلف من حيث المبدأ معه على التعاطي مع قطاع غزة بطريقة أمنية يعني الفكرة الأساسية تتفك الولايات المتحدة معها وهو الهجوم العسكري ولكن قد تختلف في موضوع تجنيب المدنيين نوعا ما على عمليات العسكرية وقد تختلف أيضا في موضوع البرنامج السياسي ما بعد العدوان على قطاع غزة تختلف أيضا مع حكومة نتنياهو فيما يتعلق في البرنامج السياسي المتعلق في موضوع الدولة الفلسطينية وما إلى ذلك ولكن تتفك من حيث المبدأ مع حكومة نتنياهو في استمرار هذا العدوان وحتى تحقيق فكرة صفقة الأسرى وما إلى ذلك ولكن من حيث المبدأ طالما أن المتحدة الأمريكية لم تتخذ قرار واضح فيما يتعلق في وقف العدوان أعتقد الإسرائيليين لا يكترثوا لأي جهة لا يقليمية ولا دولية سيستمرون في هذا العدوان هناك جهة ضغط أخرى ممكن تحرك أو تأثر على القرار الإسرائيلي أعتقد الجبهة الداخلية الإسرائيلية واللي بلش فيه هناك تململ صحيح كان فيه تململ من 7 أكتوبر لليوم ولكن الحراك الأهل الأسرى الإسرائيليين الموجودين في قطاع غزة تزايد هناك أيضا انضمام لنقابة العمال في إسرائيل انضمت لحراك الأهل الأسرى هناك أيضا انضم معارضين سياسيين لنتنياهو وحكومته ولكن حتى اللحظة لا يشكل هذا الحراك السياسي ورق الضغط كافي فعلا على إدارة نتنياهو لوقف هذا العدوان والوصول إلى صفقة للأسرى دكتور رائد لو نتوقف عند الموقف الأمريكي طبعا بشأن يسقاط المساعدات على قطاع غزة هل نفهم من ذلك أن هناك تحولا أمريكيا بعد الدعم المطلق للاحتلال والذي أضر بطبيعة الحال بشعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن لا بالعكس هذا ليس اختلاف في الموقف الأمريكي هذا ابتثال من الدليل أن نتنياهو لا يكترث للموقف السياسي الأمريكي لدرجة أن نوصل أمريكا أن تنزل مساعدات كما باقي الدول التي تنزل مساعدات يعني أمريكا ذات السطوة العالمية وذات الهيبة العالمية أن تضطر لاستخدام إنزال جوي في قطاع غزة هذا دليل أن الحكومة الإسرائيلية لا تكترث حقيقة في المطالبات الأمريكية المتعددة فيما يتعلق في تسهيل دخول المساعدات من المعابر البرية وإلا لما اضطرت الوقت المتحدة الأمريكية إلى القيام بهذا العمل هذا دليل أن الحكومة نتنياهو لا تكترث فعلا في رؤية وفي مطالب نتنياهو المتكررة فيما يتعلق في إدخال المساعدات تنسى أيضا الإهباط أو بسموه الإنزال الجوي هو حقيقة لا يشكل إلى جزء بسيط من احتياجات القطاع يعني القطاع غزة يحتاج كميات كبيرة من دخول المساعدات أي إنزال جوي لن يسد هذه الحاجة حاجة المدنيين في قطاع غزة لإحتياجاتهم الأساسية سواء من الماكر أو شرب أو حتى إحتياجات طبية وغير ذلك ما أقدمت عليه الأمريكية هو دليل حالة الضعف والمواجهة ما بين إدارة بايدن وما بين نتنياهو وضعف بايدن تجاه حكومة نتنياهو الذي لم يكن قادرا على التأثير عن نتنياهو لفتح المعابر البريم نعم دكتور راد حكومة الاحتلال ربطت حضور وفدها إلى القاهرة حتى تحصل على قائمة كاملة بأسماء المحتجزين لماذا هذا الإصرار على هذه القائمة من قبل تل أبيب هل هي حجة كي تعطل من سير المباحثات دكتور؟ واضح الإعلام الإسرائيلي كله يتدول بهذا الأمر على أساس أنه هو عصى جديدة يدعها نتنياهو في عجلة الصفقة وخاصة أن الإعلام الإسرائيلي يسرب بأن هذا القرار ابتدع نتنياهو نفسه بدون إقرار من ما يسمى بمجلس الحرب الإسرائيلي وبالتالي أعتقد أنه ممكن أن يتراجع عنه ولكن هي محاولة من يتنياهو لتبرير عدم إرسال وفد إلى قطاع غزة لأنه إلى آسف إلى وفد مفاوض إلى مصر لأنه حتى اللقاء يرفض إرسال هذا الوفد بدون إفادة بمسألتين أساسيتين بالنسبة للإفادة الأولى الموضوع الأولي ما هو موقف حماس من عدد الأسرى مقابل كل أسير إسرائيلي هذه نقطة والنقطة الأخرى التي أضافها نتنياهو من عنده وهي موضوع تزويده بكشف بأسماء الأسرى الأحياء أعتقد أن هذا مطلب ممكن التراجع عنه في حال الضغط أمريكي وبتوقع أنه نتنياهو وحكوم ستتراجع عن موقفها في عدم إرسال وفد إلى مصر خاصة أنه الأمريكان موجودين حاليا برضو في مصر في مناجل هذه المفاورات ولا أعتقد أنه سيصر نتنياهو أكثر على عدم إرسال هذا الوفد طيب دكتور رائد هناك مصادر صحفية تناقلت بأن حماس سترسل ردها النهائي على شروط تل أبيب من خلال طبعا الوسطاء كيف تتوقع رد حماس على هذه الشروط حماس موقفها متغير إشاني حتى اللحظة هي تربط موضوع إتمام أي صفقة في موضوع وقف العدوان على القليل مش ابتداء ولكن مع نهاية مراحل التفاوض ونهاية الصفقات المتتالية للأسرع أعتقد أن هذا شرط ضروري عندها ومهم جدا لأنه الكل يعلم ونتنياهو يسرح بشكل واضح لا لبس فيه ومصلحة السياسية تقتضي ذلك ومصلحة اتلافه يقتضي ذلك في أنه في حالة إتمام صفقة مؤقتة للإفراج عن عدد محدود من الأسرى الإسرائيليين هو سيستأنف الهجوم العسكري على قطاع غزة لأسباب عديدة مش الأسباب متعلقة في حركة حماس بقدر ما متعلقة في الشأن السياسي الإسرائيلي الداخلي نتنياهو يعلم أن وقف العدوان على قطاع غزة هذا يعني انتهاء حياته السياسية وقف العدوان على قطاع غزة يعني انتهاء اتلافه الحكومة وهذا يعني بالنسبة لنتنياهو مش بس وقف حياته وانتهاء حياته السياسية أيضا الذهاب بنتنياهو إلى المحاكم الإسرائيلية خاصة أنه فيه ملفات قديمة على نتنياهو إضافة إلى أي لجان تحقيق سيجريها الجيش ستجريها الحكومة القادمة الإسرائيلية من أجل تحميل النتائج لما يسمى بإخفاق 7 أكتوبر للإسرائيليين فأعتقد أسباب نتنياهو الشخصية كافية بأنه تقنع حماس وغير حماس بأنه نتنياهو لن يستمر بهدنة لاحقة لأي هدنة قادمة بمعنى آخر سيستأنف العدوان على قطاع غزة حتى آخر نفس وهذا وورقة الأسرة الإسرائيليين الموجودين بإيدين حركة حماس هي القوة تقريبا هي الورقة الأقوى في يدي حماس وبالتالي التخلي عن هذه الورقة هذا يعني الذهاب إلى الانتحار السياسي لهذه الحركة ومش بس حقيقة انتحار سياسي لحركة حماس وأيضا هو باب لتصفية القضية الفلسطينية ككل يعني خطر تنازل واستسلام حماس بدون وقف القتال من قطاع غزة هذا سيكون له تداعيات سياسية على حماس أولا وعلى قطاع غزة وعلى حتى الضفة الغربية وعلى القضية الفلسطينية وبالتالي لا توقع أن حماس ستتخلى عن شرط الوقف أو الانتهاء من العدوان بشكل كامل في مرحل ما من مراحل العدوان ولكن أنا أعتقد أيضا أنه ممكن حماس تلقى طريقة وسطية للكبول بفكرة الوساطات الأمريكية تحديدا له توفر ضمانات أمريكية أو ضمانات أمريكية وإقليمية أيضا تضمن لحركة حماس وتضمن عدم استئناف نتنياهو لأي اعتداء بعد الهدنة القادمة دكتور من خلال متابعتكم ومن خلال نظرتكم الاستشرافية هل تعتقد أن مباحثات القاهرة تستطيع أن تحل الخلاف حول نقطتين أساسيتين ألا وهي مندة الهدنة وعدد الأسرى لا سيما أن المقاومة الفلسطينية وضعت زمنا للمفاوضات بدخول أول أيام شهر رمضان الفترة قريبة جدا دكتور صحيح هذول المسألتين بعتقدش أنهم المسألتين يعني جوهريات هل ممكن التوصل للتوافق عليهم اللي هي فكرة مدة الهدنة وفكرة عدد الأسرى الفلسطينيين مقابل كل إسرائيلي بعتقد هذا يعني مش مسائل معقدة بالنسبة لحركة حماس هل قد تكون يعني نتنياهو يصر على موقف ما ولكن أنا بعتقد أنه إذا الإدارة الأمريكية فعلا اقتنعت بضرورة الضغط على نتنياهو من أجل إتمام الصفقة بعتقد أنه ممكن تتم الصفقة يعني هذا يعتمد على كديش الإدارة الأمريكية مقتنعة ومش بس مقتنعة هي ترى أن هناك حاجة إقليمية ومصالح أمريكية في الإقليم في الشرق الأوسط لضرورة إتمام هذه الصفقة فكديش الإدارة الأمريكية رح تضغط على نتنياهو لإتمام هذه الصفقة أنا بعتقد رح تتم الصفقة إذا قرر بايدن أن يضغط سواء برفع الغطاء جزئيا أو حتى الضغط سياسي وضغط دبلوماسي وقد يكون ضغط عسكري بترشيد أو ما يسمى بترشيد المساعدات العسكرية لإسرائيل تنساش أنه أيضا هسا موجود جانس في الولايات المتحدة الأمريكية وأعتقد أنه هذه الزيارة لجانس بدون موافقة نتنياهو يعني تبعث الإسالة السياسية ضغطة لنتنياهو فيما يتعلق فيه العدوان وما يتعلق فيه موضوع الصفقة وخاصة أنه كل استطلاعات رأي تقول أنه جانس هو رئيس الوزراء القادم للكيان الإسرائيلي أعتقد أنه دعوة جانس للولايات المتحدة في هذا التوقيت هذا برضو من شأنه يضغط على نتنياهو لإمام صفقة ما دكتور رائد ولكن في نفس الوقت المقاومة طالبت بصياغة اتفاق يشمل دخول المساعدات في شهر رمضان المبارك طوال اليوم على ثلاث مراحل السؤال هنا هل تعاد عمليات الإنزال الجوي للمساعدات هي ربما تكون مبادرة من الاحتلال في هذا الشأن البعض يصفها بأنه ضغط دولي يمكن استثماره لا أنا شخصيا بشوفش الانزال الجوي اللي قامت في بعض الدول العربية وفرنسا وحتى الولايات المتحدة الأمريكية أخيرا هذا في أكثر يعني هدفه مش فعلا يعني مساعدة إنسانية صحيح هو يعني مهم ويخفف عن السكان ولكنه غير كافي ولكن أنا بعتقد أن هذه الخطوة إلى رسائل سياسية أكثر من رسالة سياسية رسالة سياسية أولا بالنسبة للإسرائيليين في أنه الإقليم ومنطقة الشرق الأوسط هي فيه هناك تنسيق ما بين إسرائيل وما بين القوى المحيطة وبدليل هذا الإنزال الجوي هذا من جانب من جانب آخر قد تكون هناك رسائل سياسية أيضا للحكومات التي أنزلت هذه المساعدات فيما يتعلق في مواطنيها أيضا ولكن بعيدا عن هذا الأمر أنا لا أعتقد أنه الإنزال الجوي هو بديل فعال لمرور المساعدات عبر المعابر البرية يعني هذه الإنزالات تشكل جزء بسيط جدا ويسير جدا مما يحتاجه قطاع غزة من مساعدات وأكل وشرب وحتى أدوات صحية وما إلى ذلك وأدوية وما إلى ذلك أنا لا أعتقد أنه هذا بديل بقدر ما هو واضح أنه هناك في رسائل سياسية يقصد بها نتنياهو وغير نتنياهو توصيلها سواء للدول والمجتمع الدولي أو حتى لشعوب المنطقة من جانب آخر دكتور رائد الحديث عن الهدنة لابد أن يرتبط بالحديث عن مستقبل القطاع في اليوم التالي للحرب في عنوان عريض دكتور يعني كيف تقيم وثيقة نتنياهو ورؤيته لمستقبل القضية برمتها بعد الحرب لا هذه وثيقة نتنياهو هي حقيقة مش وثيقة يعني وثيقة هافية بمعنى الكلمة نتنياهو يتطلع إلى وجود قيادات محلية سبق وأن جربتها حكومة الاحتلال في الضفة الغربية في سبعينات القرن الماضي وحتى سميت في الضفة الغربية وبروابط القرى تم مقاطعتها وهمشت وطنيا وحتى ذهب البعض إلى اختيالات هذه الشخصية التي توافقت مع الاحتلال في إدارة شؤون السكان يعني هذه تجربة سبق لإسرائيل أن جربتها وهي مرفوضة ويدرك نتنياهو أن هذه مرفوضة ولن تنجح ولكن الخطة الحقيقية التي ممكن البحث فيها هي الخطة الأمريكية المتوقعة ترحى في الشرق الأوسط خاصة أنه بلشت فيه هناك ملامح لهذه الخطة الأمريكية هلأ أنا بدرك تماما أن نتنياهو وحكومته يرفض فكرة الدولة الفلسطينية ولكن أنا أعتقد أن الأمريكان سيترحوا هذه التسوية إلى ما بعد نتنياهو وليس بوجود نتنياهو وهي تقتضي فكرة التطبيع مع السعودية وإسرائيل وموضوع الدولة الفلسطينية وإعطاء فلسطين عضوية كاملة العضوية في الأمم المتحدة وحتى إدماج ودمج حماس ضمن منظمة التحرير أنا صح في تسريب للإعلام عن هذه المبادرة الأمريكية ولكن هذا التسريب كان منطقي وعلى قليل يتناسب ما يصرح فيه المسؤولين الأمريكيين يعني الفكرة كالتالي هو دمج حماس بمنظمة التحرير موضوع التطبيع والذهاب بمسار جدي إلى فكرة الدولة الفلسطينية هلأ هناك تخوفات عديدة في هذه المبادرة الأمريكية ما هي الدولة الفلسطينية التي يريدها الأمريكان ما هو المسار الجدي الذي يتحدث عنها الأمريكان ما هو مستقبل المستوطنات ما موضوع القدس وما إلى ذلك هذا بعتقد ممكن يكون هو البديل الفعلي الحقيقي المتروح دوليا وإقليميا على المسار السياسي أو على المسار السياسي لما بعد العدوان على قضاء غز عبر سكار من الضفة الغربية أستاذ القانون الدولي الدكتور رائد بدوية شكرا جزيلا لكم